سلام عليكم يا شباب أهلا بكم في قناة مستر وائل الساينس أبنائي وبناتي طلبة الصف السادس الابتدائي الترمي التاني هنبدأ النهاردة في يونت سري كونسيبت سري تو بعنوان هيت and wizard changes قبل ما نشوف تأثير الهيت على ال wizard change تعالوا نشوف الفرق بين السكاي في التو بيكتشار دول ان بيكتشار وان شايفين السكايا هي كلير و برايت ان بيكتشار تو شايفين في كلاود وهتمطر كمان شوية فالسكاي بيكم كلاودي what are the causes that leads to this change in wizard احنا عارفين ان cold dry air so it falls downward انما لما الهوت هيومد اير للاو دينستي so it rises upward لما الهوت هيومد اير يطلع فوق يقابل cold air يحصل ايه للووتر فيبر اللي موجودة في الهوت هيومد اير يحصل لها condensation وتتحول من ووتر فيبر الووتر دروبلتز وكمان ادهير مع شوية مولوكيولز من الدست واللي سموك وتعمل كلاود وبعد كده كلاود يحصل لها بريسيبتيشن ورينفول فبعولك اللي هو عالم الارصاد الجوية بريدكت what the wizard will be ازاي بيطلع يقول لنا بكرا الوزر هيبقى كلاودي ولا ريني هو بيعتمد على شوية in esterium to collect data وستادي اللي تشينجس اللي في الوزر for long period of time that help him to predict what the wizard will be in this concept we will study farming the desert زراعة الصحراء meteorology علم دراسة الارصاد الجوية tools for forecasting ايه التولز اللي هنستخدمها عشان نعمل forecasting للوزر وهناخد extreme وزر زي الفلودز والساند ستور تعالوا نبدأ بfarming the desert put true or force allergia and mount of rain fall on the desert طبعا الكلام ده wrong plants can grow easily in the desert environment طبعا الكلام ده wrong desert receive about 250 mm of rain per year and this represent the least amount of rain compared to all other by them the extreme hot and the dry climate of desert make farming difficult صعب جدا ان احنا نزرع فيها so farmers had to adapt this climate and work to develop some way to benefits from the small amount of water farmers face a challenge in farming desert because more water evaporates than that fall by precipitation الفارمرز اللي بيزرعوا الديزرط يا شباب عندهم مشكلة عندهم high temperature with dry climate وعندهم مشكلة في الشورتيج of water كمية الووطر قليلة ولو جابوا ووطر بيحصل لها evaporation بصورة اكبر بكتير من البريسيبتيشن فهم دايما عندهم مشكلتين اولا اللوء اما وانتقف ووطر ثانيا البلانت اللي يقدر يستحمل الهارش كونديشن دي طيب نعمل اي بقى امبروving the soil of the desert population growth زيادة عدد السكان cause more people to live in desert so farmers use new ways to make the soil of dry desert fertile and fruitful for example يعملوا ايه improve the soil quality يحطوا شوية fertilizers يزودوا soil quality plant crops that are able to grow in the hot climate and low fertile ينقوا النباتات اللي تقدر تستحمل الهارش كونديشن دي. يعملوا الريسايكلين للوست ووتر اللي عندهم ويرجعوا يستخدموها تاني. زي يوز ويند اند سولار انرجي اللي جاية من الصن. تو باور زير فارمز ان ديزارت وز ويند توربين اور سولار انرجي. check your understanding with true or false. In desert water evaporate more than that falls by precipitation so farming is difficult. اكلم دا true. فارمز use new ways to make the soil of dry desert fertile. اكلم دا true. what do you already know about whether it changes. موانتين افكت. الموانتين ranges اللي هي سلاسل الجبال at coastal region often have two sides. side نحية coastal area اللي هي نحية الشاطئ يعني بنسميها which side that faces the coast. والنحية التانية اللي هي away from water body بنسميها dry side that is away from the coast. now we will describe a process that causes a phenomena on both sides of coastal موانتين ranges knowing as rain shadow. ظلال المطر. طيب ايه بقى الرين شادو في نومينا دي. عندي two sides of coastal موانتين. الويت سايد والدراي سايد. نحية الويت سايد في الووتر بادي سواء اوشان ولا سي. السولار انرجي تعمل ايه للووتر اللي هنا تعمل لها ايفابوريشان. فالاير اللي موجود هنا يبقى وورم اند هيومد اير. لما الورم اند هيومد اير دا يقابل الويت سايد هيلاقي عنده cold and dry air. واحنا عارفين ب الكون بكشن كراند. الورم اند هيومد اير رايز اس ابورد. والكولد اند اضراي اير فولز اوين وورد. لما الورم اند هيومد اير رايز اس ابورد. يحصل ايه للووتر فيبوريشان. يحصل لها كندنسيشان. تعمل كلاود. والكلاود بعد كده يحصل، لها برستبي تيشان بروسيز فالرين تنزل. الناحية التانية بقى في الدراي سايد. شوية من الكلويتز اللي اتعملت في الويت سايد. تروح بالإفكت أوف ويند ناحية الدراي سايد فبالتالي الأبر إريا في الدراي سايد يبقى فيها كولد إير واللوور إريا فيها هوت إير الكونبكشن كارند الكولد إير ده يحصل له ديسيند وفولز داون وورد يعمل دراينج لللاند اللي موجودة في الدراي سايد إيه الرينش هدو في نومين نقرأها مع بعض أجزا ويت سايد ذات فيس زا كوست هو إن وورم أن ده يومد إير إن كونتر أو فيسز زي سايد أو في موينتين رينج ساو ذيس إير رايزس ويند كولز ووتر فيبور إن ذا كولد إير كوندنسز ساو هيعمل كلاود وبعد كده يحصل برسبب تيشن بروسز أات ذا دراي سايد ذات إز آوي فروم ذا كوست ذا إير ديسيند ويند بيكم وورم وقصد هنا طبعا الكولد إير ساو ذا إير درايت ذا لاند ونزي سايد إتشينجز إن ذا أتموسفير ذا فولوينج تيبل شو كومبارزن بتوين ذا بروبارتز اف زا أتموسفير اد زا توب اف موينتين والذا بروبارتز اف زا أتموسفير اد زا بوتن بارت اف زا موينتين ادي البروبارتي واد البوتن اف موينتين واد التوب اف زا موينتين الاتموسفيري بريشار والإير تم بريشار والإير دينيس دي عند البوتن الثلاث حاجات دول هاي عند التوب الثلاث حاجات دولو فبقولك From the previous table We conclude that The atmospheric pressure اللي هو air pressure والatmospheric temperature أو the air temperature والair density Decreases as we go From the bottom of the mountain To its top Check your understanding Both true or false A wet side of coastal mountain ranges Is away from the coast The wet side اللي ناحية الكوست فبالتالي الكلام ده wrong The air density at the top of mountain Is more than at the bottom of the mountain الكلام ده wrong كده يكون خلص الليسون يا شباب أتمنى أننا نكون شرحته لكم بطريقة سهلة وبسيطة ذكروا الليسون كويس المرة القادمة إن شاء الله نحل عليه بعض الأسئلة تمنى لكم التوفيق دائما إلى أن نتقابل على خير السلام عليكم